السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله وقعتكم حباب قلبي بكل خير. ان شاء الله كراءة جديدة وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمؤلاء برد العزراء. صلي على النبي على افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها وبعد الكراءة والتوقعات. هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه يا برد العزراء. صلي على النبي فيها التعليقات. ادعم الفيديو باللايك. وانكنت بتعاني من السحر او من المس او من الحسد او من التعطيل اكتب تم. وهديك لينك القناة الشيخ يوسف القناة الثانية فيها العلادات. بازن الله تعالى. او هسيب لكم في صندوق الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشي. انا شايف هنا يا برد العزراء. خلي بالك وكون حريص. انا شايف اولة بدأت شايف الحادث السودي. شايف فيه واحدة قلبها اسود. لكن بينالك ان هي قلبها ابيض. هي الافعة. دايما وانا بقول يا ناس خلوا بالكم من كل الناس. كل الناس اللي تدوها سركم. مش كل الناس اللي بتحبكم. هي دي افعة. بتلف حواليكم. اه بتلف عليكم. اه كذابة. عايزة ازيكم. بسم الله الكاشف انا شوف هنا دايلك اه ربح من ورا دمعية او اه دايلك ربح من احوالي او هادة دايلك من وراها مال. شايفنا ان انت عندك انتظار منتظر مكالمة او ردوع شخص او رسالة مستنيها من الهاتف. انا شايفك انا بتبدل شراء سيارة او بتبدل منزل او بتبدل او بتشتري منزل. ان شاء الله يكون منزل بازن الله تعالى. انا شايف هنا في قرارات مهمة رح تاخدها في حياتك بازن الله تعالى. هتكون صالحة ليك وهتكون فيها الخير والسعادة ليك. ان شاء الله. شايف فيه باذن الله الكاشف. شايف ستفدأ بافراح قادمة ليك. قادمة. والفراد طال انتظاره قريبا ستحول وستبدل احوالك للاحسن باذن الله تعالى. الفرحة قادمة على عتبة بابك. على عتبة بابك الفرحة. باب الحزن جرب ينتهي ويخرج من بيتك قريبا واللي كان مزع عليك. رح كل شي رح ينتهي هذا الزعل. وهزا الطاقة السلبية اللي عندك. بسبب الناس السودي او الناس الموزية. اللي عملتك بالسحر الاسود يا برد العزراء. بصاب بي. اللي عملوا لك السحر الاسود. رح تخلص من هاي السحر ان شاء الله. وتخرج من الضيقة. من الخنجة. من الزعل. من الكل شي عندك اللي عمل لك تقاس سلبية. عمل لك تعب. مش طايق تتكلم مع احد. حابب الوحدة. ما فيش زواد مكتمل معاق. ما فيش راحة او سعادة بينك وبين الشريك. ان شاء الله راح تنحل من هاي الافعي اللي عندك اللي عمل لك السحر الاسود. ان شايف برضو هنا الشراء. حالة الشراء عندك بتزال. بتشتري او بتغير سيارة او بتشتري بيت. ان بتتفاعل بهذا الحالة. شايف عندك بسم الله الكاشف وظيفة. فيها ربح. شايف برضو في لقاءة هنا باطفال اه او في تخص امور تخص الاطفال. بازن الله تعالى. انا شايف هنا عندك بصمة. بصمة. البصمة دي اه البصمة دي انت بصمها. البصمها. حتى بصمتك وانت وراك تعبين وعرقيل. والتعبين دي دي لكم الناس كتير جدا. انت بالك لو مشغول برزق. ففي رزق دي لك. من حيث لا تحتسب. في رزق. بس حصن نفسك. حصن نفسك من العيون ومن السحر. حصن نفسك عشان اول حدا هكون فيه مفردات عندك حلوة. بازن الله هتعم على حياتك. بالكامل. عشان انت تستاهل بعض الخير لان قلبك طيب. فالايام دي انت بتشتغل على نفسك. اه بتعيد ثقتك. اه اه انا شايف فيه مواضيع كثيرة جدا بتتفتح قدامك. فخلي بالك من نفسك. علشان انت الابواب ابتدت تتفتح. الابواب ابتدت تشتغل معاك. تشتغل قدامك. الدنيا ابتدت تضحك لك مرة تانية. ابتدت يعني تغير حياتك. وابتدت تشتغل. وابتدت تاخد الافكار الصحيحة. وتاخد الافكار الايجابية بتوزحها على حياتك. يعني ابتدت الدنيا تفتح معاك. وتطرط وتطلع الناس اللي عاملها لك ازه او اللي عاملها لك تعب ان انت داخل على ايام ده ديدي داخل على حياتي جديدة ان شاء الله عايز تشتغل على نفسك او تساعد نفسك ايه انه ملجتش حد يقف معاك قسروا لك جلبك من النق عملت لهم كل الخير اعطيتهم الخير ملجتش منهم غير الشر اعطيتهم كل الخير والسعادة وساعدتهم ملجتش غير منهم غير الشر لكن ادما ما فيك بتتفائل بتتفائل بالخير وبتوزع الطاقات اللي فيها خير على حياتك ومتفائل بالخير دايما بتفائل بالخير فبتحصد تغيرات فيها خير ليك وسعادة تساعد قلبك ان شاء الله بسم الله الكاشف فضلا وليس امره ندعم الفيديو باللايك احبابي في الله فضلا وليس امره شايفك هنا اه مكسوم الصيهن شايف نص فيه تردد وبتفكر كتير شايف فيه تردد وفيه تفكير كتير مش عارف تاخد قرار في الموضوع المتردد فيه مش عارف تاخد قرار والنص التاني بتحاول تريح نفسك وبرضو مش عارف فالموضوع اللي انت حيرام فيه يعني طريقه طويل انا شايفك ان انت دايما بتختار الطريق الطويل ما بتختارش الطريق السهل بتعافر وبتجاهد فانت محتاد الراحة محتاد تهدي عصابك يعني انت بالك مشغول بدراسة او بالك مشغول بهادي فما تقلقش ما تقلقش انت كده كده واصل يعني كده كده حياتك اللي جاية هيكون فيها تحسن يعني فيها تقيرات حلوة يعني شايفها تعوم على حياتك بازن الله تعالى بالكامل يعني انا شايف ان شاء الله شيل من دماغك اه الهموم الطاقة السلبية الامور السلبية شيلها من دماغك كلها انا شاف في امضة او وسيقة يعني الامضة دي هتمضيها شاف امضة لوسيقة لاما اما هتغير مسكن زي ما قلتلك لاما هتمضي وسيقة شغل او شراء سيارة او بتغير حادث انا شاف عندك طاقة انتظار منتظر انت منتظر هي مفتوحة معك الطاقة طاقة الانتظار دي مفتوحة معاك يعني مش حدا معينة ده انت منتظر كزا حادة منتظر كزا حادة لان طاقة الانتظار مفتوحة فانت هنا منتظر كزا حادة بسم الله الكاشف اللهم يصد على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق انا شايف هنا في مواجهة شايف في مواجهة بينكم ما بين حد شايفك بتواجه حد اه وبتتعاتبه هيحصل عتاب ما بينكم في المواجهة دي وان شاء الله هتكون فيها اه خير خير وراحة ان شاء الله هزا المواجهة مشوه برضو الودع بيقول لك ايه يا برض العجراء ما تنساش احبابي في الله تدعم الفيديو باللايك اخواتي في الله بسم الله الكاش في ناس انت بساعدها ومقدم لها خير لكن مش بيحبوا لك الخير لكن الناس اللي داعت لك الكبيرة هتطلعك من الازمات وهتطلعك من المشاكل السلبية وهتطلعك الدعوات الناس اللي داعت هالك هتطلع من الطاقات السلبية وما تقول ما انت معتمد على ربنا هتلاقي اللي يجاف معاك هتلاقي اللي يسدنك هتلاقي اللي يوضحك للطريق الصحيح هتلاقي فرادات وفتحات قدامك بازن الله تعالى شايف ان انت هتحصد خير ان انت زراعة خير فهتحصد خير شايف ان انت زراعة خير فهتحصد الخير هلأ شايف عندك طريق شايف عندك الطريق اه الطريق ده شايف اللهم اصله على سيدنا محمد اخره جبر ليك بس في مطبات الطريق بس انت اللي اخترته انت اللي اخترت الطريق وفي مطبيان اه بس هتعد الطريق وهتوصل وفيه جبر ليك فيه قلب ابيض وفيه بياض وفيه راحة وفيه نور ليك الطريق اه شايف هنا فيه شخص غامض وفقدت تسك فيه شخص شخص غامض وفقدت اه اه السكه فيه اه مش حاسس بعدم الراحة من اشخاص بيدخلوا يعني في حياتك في كل ما هو يخص حياتك بس انت برضو اقول لك ان انت بدأت تقول ان لازم تكبر دماغك اه بدل بدأت تقول ان انا كبر دماغي طول ما انت عايز لحد اللي في دماغك هتشتغل وان شاء الله حتى لو هتخسر ايه في الدنيا لكن هتوصل اللي في دماغك ما بعدش يعني بجيتش آآ عين هم حد ما بجيتش تركز على حد يقول لك اي كلمة تركت كل حد وقلت على الله وهدفك قدامك وبدأت تشتغل عليك ورمية ورا ظهرك اللي تعبك بسم الله كاشف مع انه كان هذا يحصل من بدري لكن اديك رمية اللي تعبك ورا ظهرك انا شايف هنا حصل اه بينكم وبين الشريك او بينك وبين الحبيب زعل بسيط او اه بلوق في فك بلوقات ان شاء الله اه شايف ما بينكم كانوا زعلانين اه في مشاكل بسبب طرف ثالث حصل ما بينكم مشاكل وانفصال بسبب سحر ان شاء الله هتشفوا من هذا السحر ومنكم كثيرا بيحاول يعالد من هذا السحر او يخلص من هذا السحر بتحاول كثيرا تخلصوا من هذا السحر ان شاء الله راح تخلصوا منه وشاف اللي كان مزعلك اه وانت مش عارف تعاذبه لانك خايف على زعله ندمان وفي اعتزار قريب منه لك لانك انت وانا شايف مريات الطائفة مالية الطائفة مالية ربنا بيكرمك ويرزقك بمال لم يكن في حساباتك خلال ايام ان شاء الله ان شاء الله طاقة المال قوية هناك مبلغ ممتاز اه ان كنت محتاده هيتدبر وهتلاقيه دايلك من حيث لا تحتسب شايفي حدا حلوة تحصل في حياتك هذا حلوة تحصل معا قريبة كنت منتظرها الفارغ الصبر وهتخردك من الزعل اللي دو قلبك او كسرت قلبك هتخردك منه وهتنسى الدنيا وهتضحك لك مرة تانية في شخص انت بتحبه قوي لكنه بعيد عنك حصل ما بينه وبينك زعل او بعيد عنك ومش عارف تقرب منه ان شاء الله تكون في حيات جديدة وفي تقرب وفي راحة ان شاء الله في تواصل يكون قريب ما بينكم انا شايف عندك غلق وظلم عندك غلق وخوف وحق كبير عندك حد ظلمك يا غرد العزراء في حد ظلمك هتأخذ حقك العدالة الالهية لن تتركك باذن الله تعالى ابشر لانك صبرت كثير وتحملت ما لا يتحمله احد فابشر قريبا جدا سيزول النحس عنك وسيزول السحر عنك ويلمع نجمك وكوقبك ويبدأ في الفرحة ويرى اجتماعات وعاطفيا ونفسيا وسيكشف الله لك نوايا من حولك وسيكون سقوطهم عظيم امام عينك باذن الله تعالى اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما اخلك بسم الله الكاشف انا شايف برضو هنا انت بتهلز تنجل لمكان هتشتري مسكن او هتنجل من مسكن من مكان لمكان هتنتجل فيه فيه برقة في الرزق وفيه راحة ليك وفي هذا المكان شايف فيه تركية تخص عملك تخص عملك انا شايف برضو هنا العصور على اوراق او عصور على شيء مفقود بقال وشهور راح تعصر عليك انا شايفنا فيه قرار صح هتاخذه يخص عملك وهتلاقي دليل يؤكد انه قرارك صح رغم رد فعل المنتظر فيه مواجهة اه مع غريب يريد ازاليك لكن ربنا معاك وهينصرك عليك بامر الله ربنا هينصرك عليك انت ندمان كما قلت من قبل اه ندمانين على فطفضة فطفضتوها او قلتوها وانتم معكم حق خلي بالك من كلامك بلاش تظهر في اللي في عقلك او في قلبك على لسانك مش كلها الناس اللي بتتمنى لك الخير كهكذا في ناس بتتمنى لك الشر وبتستنى لك الكلمة او بتستنى لك الوقع فيه مفاجأة حلوة اه هتغير يعني مفاجأة حلوة وتكون هدية قيمة قريبة منك من شخص غالي عليك من قلبك شخص غالي على قلبك في هنا استلام ورقة او وسيكة حكومية مهمة اه تقص مجال العمل او الرزق او الرزق عندك هنا نادر ولازم توفي لازم توفي وعندك برضو ارى في رؤية الاحلام عندك متوفية تكرر معك رؤية احلام وترافية الاحلام كثيرا شايف عندك الامور خير ان شاء الله هتبدأ معك تفتح معك الدنيا وتتحصل الاوضاع لانك تخاف ربنا تخاف ربنا هموال غير متوقعة قادمة لك باذن الواحد الاحد وارى هنا لديك بشرة وفرحة خلال ايام قليلة من شخص يحبك ويراقبك عن قرب في شخص هنا نادم على فراغك نادم على فراغك نادم على فراغك نادم على فراغك هذا الشخص برضونا الطاقة هتخلص من الطاقة السلبية في طاقة ايجابية ديالكم طاقة ايجابية بسم الله الكاشف انا شايف برضو هنا اه انت فقدتوا مال او سرقة معاكم فقدتوا حدق او مال السرق لكن به خير لكي تعرف مقام الاخرين شايف هنا اه بمراحل انتو مريت بمراحل صعبة جدا من الحياة وربك يريد ليك مراحل جديدة في الحياة القادمة هنا شايفك انك تخلصت من الكلك او هتتخلص من الكلك والتعب اللي مؤثر عليك هتخلص من هاي التعب اللي مؤثر عليك والخنقة والضيق شايفك بتخرط الى النور هتخرط الى السعادة هتخرط الى الفرحة شايف باب الحظ والنداح والمال والعمل موجود وكبير باذن الله فكرت صح بعد تعب ومجهود ودراسات وسهر صار وقت تقطف تعبك ومجهودك بدك تندح وتثبت نفسك اكتر شايف لك سفر بالخارج باذن الله شايف عندك معرضين وعندك لكن عندك دعم دعم من الاهل والمقربين امورك تمام ببنخفش عليك لانك بتخاف رب شايف عندك صار وقت انك تحط مسمى للعلاقة العاطفية شايف لكم فرحة قريبة ان شاء الله صلى على الحبيب المصطفى عليه فضل الصلاة والسلام اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها ونشوف رسالتك بتقول لك ايه يا برطة العزراء فضلا ما ليس امرا كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلك كل جديد ودعم الفيديو باللايك احبابي في الله ديالك فرحة كبيرة زي فرحة لقاء يعقوب بيوسف عليه السلام ديالك فرحة كبيرة زي زي فرحة لقاء يوسف بيعقوب عليه السلام وكنت بتعلم من السحر او من المسء او من قرين او من تابعة هسيبوا لكم في صندوق الوصف اللينك او اكتب تم وانا هاديك اللينك للقناة الثانية قناة الشيخ يوسف للعلادات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته